وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة البترولي والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون مع شركة إيني الإيطالية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها لذلك خلال لقاء الرئيس السيسي برئيس شركة إيني الإيطالية كلاوديو دسكالزي لمتابعة التقدم الذي تحرزه الشركة خاصة فيما يتعلق بحقل ظهر للغاز الطبيعي حيث استعرض رئيس الشركة تطورات المشروعات المتعددة التي ينفذها في مصر وشددا على اعتبار مصر أحد أهم الأسواق العاملة خلالها في الشركة وخلال اللقاء شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة أشهر قليلة تفصل مصر عن وصول إنتاج حقل ظهر في شرق البحر المتوسط إلى مليارين وسبعمائة مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بعد اتفاق وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركة إني الإيطالية على الانتهاء من المشروع بحلول عام 2019 وبهذا تكون الوزارة قد نجحت في تنفيذ تكليف الرئيس السيسي بربط المرحلة الثانية من أكبر حقل في البحر المتوسط بنهاية العام الجاري وتسعى الحكومة إلى زيادة التعاون مع شركة إني الإيطالية لتيسير الأعمال بحقل ظهر في منطقة البحر المتوسط وتعجيل من ربط المشروع على الانتاج في أقرب وقت لتوقف عن استراد الغاز المسال قبل نهاية العام الجاري يساهم حقل ظهر في توفير أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا كانت تنفق في استراد شحنات الغاز المسال بعد الانتهاء من ربط كامل انتاج المشروع خلال العام المقبل وبدأ انتاج المرحلة الأولى من حقل ظهر بالبحر المتوسط في شهر ديسمبر الماضي بمعدل ثلاثمائة وخمسين مليون قدم مكعبة يوميا ومن المنتظر أن يتضاعف الانتاج لسبعمائة مليون قدم بحلول شهر مايو المقبل وقامت عدد من الشركات الأجنبية بزيادة الاستثمارات بقطاع البترول لتحقيق اكتشافات جديدة مماثلة لحقل ظهر مع ظهر شركات مصرية تبدي تحمسا كبيرا في التنقيب والبحث عن أبار الغاز لأول مرة ترجمة نانسي قنقر